الفرق بين مناسك الحج أو أنساك الحج حيث يسمع القران والإفراد والتمتع ويريد أن يعرف الفرق بينها وأيها أفضل لمن لم يحج ولمن حج مرات كثيرة القران معناه أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة ويأتي لهما بطواف واحد وسعي واحد ويجب عليه ذبح الهدي يوم النحر أو الأيام التي بعده من أيام التشريق هذا هو القران بمعنى أنه قرن بين نسوكين وأدى لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وبقي على إحرامه إلى أن يحل منه بأفعال المناسك يوم العيد من رمي لجمرة العقبة وهو حلق للرأس أو تقصير طوافل للإفاضة إذا لم يكن طافا معه طوافل للإفاضة نعم طوافل للإفاضة يوم العيد أو الأيام التي بعده والسعي بعد الطوافل إذا لم يكن سعى بعد طوافل قدوم هذا الذي يتلخص في نسوك القران وأما التمتع فمعناه أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يؤديها بطوافل وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير ثم يتحلل منها ويعود حلالا كما كان قبل الإحرام ثم يحرم بالحج من عامه إذا جاءت أيام الحج يوم التروية أو قبل نهاية الوقوف بعرفاه ثم يؤدي مناسك الحج ويجب عليه الهدي إذا كان من غير حاضر المسجد الحرام فيكون أدى عمرة أولا ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج أدى العمرة على حدة وأدى الحج على حدة في عام واحد هذا هو المتمتع والمفرد أما المفرد فهو الذي يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه لأن يؤدي مناسك الحج يوم العيد وليس عليه فدية هذا هو المفرد الذي أفرد نشكا واحدا وهو الحج ولم ينوي عمرة مع الحج هذا هو المفرد مبارك الله فيكم